بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في هذه الحلقة عن فضائل القرآن من خلال قراءة كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للإمام مجد الدين الفيرو زبادي يبدأ الفيرو زبادي بالإشارة إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقوله عز وجل بل هو قرآن مجيد وقوله وإنه لكتاب عزيز ويشير إلى ما ورد عن فضائل القرآن في الخبر فيقول إن أشرف الأحاديث في ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن جبريل عليه السلام عن الرب تبارك وتعالى أنه قال من شغله قراءة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الشاكرين وفي رواية السائلين وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله أهلين من الناس فقيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وعن ابن عباس يرفعه أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وعنه أيضا يرفعه من أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله وقال من أوتي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لم يوحى إليه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس فقال الحال المرتحل تيل ومن الحال المرتحل قال صاحب القرآن كلما حل ارتحل أي كلما أتم ختمة استأنف ختمة أخرى وعن علي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة قلنا يا رسول الله وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا يلتبس له الألسن ولا يزيغ به الأهواء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم يلبث الجن إذ سمعته أن قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ وَمَنْ اَعْتَصَمَ بِهِ هُدِيَّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله في أرضه فتعلموا مأدبته ما استطعتم وإن هذا القرآن هو حبل الله فهو نوره المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة من تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا ينقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فاقرؤوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم عشر ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وعن أبي الدرداء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أفضل من كل شيء دون الله فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلث القرآن أوتي ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن أوتي نصف النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن كله أوتي النبوة كلها ثم يقال له يوم القيامة اقرأ وارقب كل آية درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له اقبض فيقبض فيقال هل تدري ما في يديك فإذا في اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حملة القرآن محفوفون برحمة الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله يقول الله عز وجل يا حملة كتاب الله تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه يدفع عن مستمع القرآن شر الدنيا ويدفع عن تالي القرآن بل والآخرة ولمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير وهو جبل بظاهر مكة خير من ثبير ذهبا ولتالي آية من كتاب الله خير مما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلا وعن أبي بريدة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلتك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كوسين هذا فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا وعن معاذ قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدثنا بحديث ينتفع به فقال إن أردتم عيش السعداء أو موت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرس من الشيطان ورجحان في الميزان وعن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوما ويني زهرا ويني بغير إثم ولا قطيعة رحم قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك قال لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه له أجران وروي عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل به فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله قلبا أسكنه القرآن وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن مؤثرا فإن فيه علم الأولين والآخرين ألم تسمعوا قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ وعن واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المائدة مكان الإنجيل وأعطيت المثانية مكان الزبور وفضلت بالمفصل وعن عثمان بن عفان أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال ابن عباس افتخرت السماء على الأرض فقالت أنا أفضل في العرش والكرسي واللوح والقلم وفي الجنة المأوى وجنة عدن وفي الشمس والقمر والنجوم ومني تنزل أرزاق الخلق وفي الرحمة فقالت الأرض وتركت أن تقول في الأنبياء والأولياء وفي بيت الله بل قالت أليس تنقلب أضلاع حملة القرآن في بطني فقال الله صدقتي يا أرض وكان افتخارها على السماء أن قال لها الرب صدقتي وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به مثل التمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحان لها رائحة وطعمها مر ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به مثل الحنظلة لا طعم لها ولا رائحة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس صوتا قال من إذا سمعته يقرأ خشية تخشى الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الموت وتلاوة القرآن ألم تسمعوا قوله تعالى وشفاء لما في الصدور وقال عليه السلام القرآن هو الدواء وقال لا فاقة بعد القرآن ولا غنى دونه وقال ما آمن بالقرآن من استحلم حارمه وقال القرآن شافع أو ماحل مصدق وقال من قرأ القرآن وعمل بما فيه لم يرد إلى أرض للعمر وقال في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه ويروى أن امرأة مرت بعيسى بن مريم فقالت طوبى لبطن حملتك وثدي أرضعك فقال عيسى لا بل طوبى لمن قرأ القرآن وعمل به وعلق الإمام الفيرو زبادي مؤلف الكتاب بقوله هذه بعض ما حضرني من فضائل القرآن والباب واسع وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستكمل القراءة في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للإمام مجد الدين الفيرو زبادي